بسم الله الرحمن الرحيم عن كيفية تركيب أفعال الحج تخلمنا في دروس سابقة عن المعنى العام للحج وما هو الحج وما تعريفه ثم أتينا إلى أركان الحج وشروطه وواجباته وسمنه والآن نأتي إلى كيف أحج يعني إذا أنا ذهبت إلى الحج ماذا علي أن أفعل قال هنا فصل في كيفية تركيب أفعال الحج قال إذا أراد الدخول في الحج يعني إذا شخص زاد من الناس أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات إحنا كما ذكرنا أن الميقات بشكل عام عندنا خمس مواقيت هي مكانية قال إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابغ مثال عطا كرابغ وهو يعني يأتي منه الآفاقي البعيد من خارج مكة هذا يسمى آفاقي عندما يأتي إنسان من سوريا من تركيا من مصر من الأردن هذا يسمى آفاقي بعيد فقال إذا دخل عند دخوله إلى الميقات يحرم من الميقات كرابغ فيغتسل أو يتوضأ يغتسل يغتسل غسل كامل ويتوضأ إذا أراد ولكن الغسل أحبه وهو للتنظيف يعني إنسان دخل إلى الحج يجب أن يكون نظيف ويكون على استعداد للإحرام ويكون قد قص ذفره وقص شعره يعني حتى لا يعني يدخل في محظورات الحج قال فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحبه وهو للتنظيف فتغتسل المرأة الحائض والنفساء تغتسل طبعا إذا أراد الدخول إذا لم يضرها ذلك ويستحب كمال النظافة بقص الظفري كما ذكرنا الآن والشارب يقص شاربه يعني حف الشارب ونتفل إبط تحت لأنه عندما يذهب فيكون في تعرق ويكون في كذا وهو بشكل عام يعني يجب على الإنسان أن يكون المؤمن النظيف يعني لا رائحة كريهة ترثر الناس منه يعني يجب أن يكون ذا رائحة عطرة قال ونتفل إبط وحلقه الرأس مثلا أو العانى وجماع الأهل حتى لا يفكر في ذلك في الحج عندما يذهب يعني والدهن ولو مطيبة أن يدهن ويلبس الرجل إزارا ورداء جديدين كما ذكرنا اللبس الإزار هو سنة وأن يكون جديدين هو سنة أخرى يعني أو غسيلين يعني إذا خلنا عندهم منه فلا مانع من أن يستخدمهم مرة أخرى والجديد والأبيض أفضل ولا يزره يعني ما بيحطه الوزرار ولا يعقده ولا يخلله فإن فعل كرها ولا شيء عليه إن فعل ذلك كرها ولكن لا شيء عليه فالإنسان خلاص سيبس هذا الإزار وأن لا يدخل عليه أي مخيط أو أي شيء مثلا حتى يعني يربطه أو كذا فقط يعني كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم نحجه قال فإن فعل كرها ولا شيء عليه وتطيب تمام وصلي ركعتين وقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وإذا كان حجة بدل ماذا يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله من فلان قال اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ولبي دبر صلاتك كل دبر صلاة سواء كان فرض أو نفل تلبي تنوي بها الحج وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئا وزد فيها لبيك وسعديك والخير كله بيديك لبيك والرغبة إليك والزيادة سنة ليست بدعة إذا زدت على هذا الجملة هذه يعني هذا الدعاء يعتبر سنة لا بدعة فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت إذا نويت ناويا فقد أحرمته فاتقي الرفاث لا بدأنا نصر ثلاث حجه ماذا عليك أن تفعل اتقي الرفاث وهو الجماع ما هي مفسدات الحج الجماع وإذا فعل الإنسان ذلك فسد حجه وعليه قضاؤه في العام المقبل دساوي الحج للأخير ويرمي الجمار ويقف عرفة كل أحكام الحج ولكن حجه فاسد فيجب عليه أن يعيده في السنة القادمة قال فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت فاتقي الرفاث وهو الجماع وقيل ذكره بحضور النساء حتى الكلام تتقي هذا الكلام بينك وبين النساء يعني زوجتك والكلام الفاحش الكلام الفاحش كمان ننتهي عنه من محظورات الحج والفسوق أن يخرج الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى كمان أيضا هذا من محظورات الحج والمعاصي والجدال مع الرفقاء والخدم يعني إذا إنسان أعلم بالغرفة يتجادل مع رفقات وهذا الفرش اللي لا مؤلاء إن الله كره لكم ونقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال خلص أنت تعرف مكانك هون ادخل في مكانك وبرفق وبكل طيبة تكلم مع رفقائك أنت الآن في حج أيام مع دغدات ثم تذهب إلى موطنك قال هنا والجدال مع الرفقاء والخدم وقتل الصيد يعني طبعا صيد البر ليس البحر البحر مسموح ما في مشكلة والإشارة إليه والدلالة عليه في الحاضر هنا والدلالة عليه في المغيبات ذهب من هنا ذهب من هنا أبدا محظورات الحج ولبس المخيط بعض الشيوخ أجازوا للإنسان بالحج أن يلبس شيء داخلي ما بصير حتى الكالسو ما بصير فهذه أخوان الكرام من محظورات الحج قال ولبس المخيط والعمامة أن نلبس عمامة والخفين وتغطية الرأس حتى مثلا ناس في الشمس وما شابه ذلك يعني يأخذون خرقة وببلة وبيحط على رأسهم مشان يتفادها حر الشمس حتى الشمسية الشمسية كمان بترفع على فوق إذا نزلتها بسي ممكنك مغطي رأسك بترفع على فوق بتفوت جوة على الخيمة بدك ما تجلس تحت الخيمة وتكون مغطي رأسك يعني الرأسك هون والخيمة هكذا يعني إذا خيمة مربعة هكذا ما في مشكلة دخلنا غرفة دخلنا خيمة دخلنا باص ما في مشكلة بعيد يعني عندها أما إذا كان يعني ملامس تقريبا للرأس في تقريبا شيء عشر سانتي خمسة سانتي هذا مشكلة إخواني الكرام فقال هنا وتغطية الرأس والوجه ومس في الطيب لا يمس في طيبا ما بتعطر نهائيا وحلق الرأس لا يحلق رأسه والشعر نهائيا رأى عند الحلاء يحلق لا يتحلل الصفاء والمروى الذي يتحلل من هو المتمتع هذا يتحلل ودخل متمتعا فهو يتحلل بعد أن ساعة ما في مشكلة أصبح مثل أهل مكة فعندما يريد الذهاب إلى الحج يحرمه من الحرم قال هنا وحلق الرأس والشعر ويجوز الاغتسال طبعا بدون شامبو ولا معطرات ولا أي شيء بس مي والاستظلال بالخيمة طبعا إذا كانت الخيمة مرتفعة يعني ليست خيمة نجلس بها ويكون قد قطينا رأسنا والمحمل وغيرهما وشد الهميان ما هو الهميان؟ الكمار المعبى دولارات ومعبى يوروهات وريالات هذا هو الهميان في الوسط وأكثر التلبية متى صليت متى ما صليت أكثر التلبية أو علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيتك ركباً وبالأسحار رافعاً صوتك بلا جهد مضر وينما رحت بتلبي منطلعت منزلت بعد كل صلاة نفل شفت عالم بالأسحار تلبي ولكن بلا جهد يعني مرتفع لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك ولا تستحي ما في شيء خجل يعني تغشل منه أنت هذا ديننا إسلامنا وإذا وصلت إلى مكة يستحب أن تغتسل من استحباب تغتسل وتدخلها من باب المعلّة لتكون مستقبلاً في دخولك باب البيت الشريف تعظيماً ويستحب أن تكون ملبياً في دخولك حتى تأتي باب السلام طبعاً من العجل كثير فيغلق هذا الباب أحياناً فتدخل المسجد الحرام منه متواضعاً خاشعاً ملبياً ملاحظاً جلالة المكان مكبراً مهللاً مصلياً على النبي صلى الله عليه وسلم متلطفاً بالمزاحم داعياً بما أحببت فإنه مستجاب عند رؤية البيت المكرم الدعاء مستجاب عندما ترى الكعبة الأول مرة دعاءك مستجاب ادعي بما فتح الله عليك ادعي بما شئت ثم استقبلي الحجر الأسود الحجر الأسود نستقبله مكبراً مهللاً رافعاً يديك كما في الصلاة هكذا ووضعهما على الحجر وقبله إذا استطعت أن تذهب إلى الحجر ضعهم على الحجر وقبل الحجر بلا صوت فمن عجز عن ذلك إلا بالإذاء تركه إذا كان تأذي العالم منك وتأذي الناس فتترك هذا الأمر ومس الحجر بشيء وقبله أو أشر إليه من بعيد أو أشار إليه من بعيد مكبراً مهللاً حامداً مصلياً على النبي صلى الله عليه وسلم ثم طف آخذاً عن يمينك مما يلي الباب مضبعاً هنا في خطأ هنا مضجعاً ومضبعاً وهو أن تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن وتلقي طرفيه على الأيسر هذا ببين كذفك الأيمن هون ببين تمام؟ وأن تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن هنا وتلقي طرفيه على الأيسر سبعة أشواط داعياً فيها بما شئت تدعي بما شئت وطف وراء الحطيم طبعاً هذا المكان الآن مسدود هو من الكعبة إذا دخلت منه لا يصحه طوافكة يجب أن يكون خارج الحطيم فقال من وراء الحطيم وإن أردت أن تسعى بين الصفة والمروى عقب الطواف فارمل في الثلاث الأشواط الأولى كيف الرمل؟ الإسراع وماذا يفعل وهو مشي بسرعة مع هز الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين هكذا ترمل يتبختر بين الصفين فإن زحمه الناس وقف فإذا وجد فرجة رمل لأنه لا بد له منه فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون هذا من السنة الرمل بخلاف استلام الحجر الأسود لأن له بدلاً وهو استقباله طبعاً الرمل ما له يعني خلف لأله أما الحجر أسود هو خلف السلام على الحجر قال لأن له بدلاً هو استقباله ويستلم الحجر كل ما مر به ويخطب الطواف به بلش في الحجر وينتهي في الحجر وبذكعتين في مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث تيسر من المسجد ثم عاود فاستلم الحجر وهذا طواف القدوم وهو سنة طواف القدوم هو سنة للآفاق البعيد الذي أتى من خارج مكة ثم تخرج إلى الصفة فتصعد وتقوم عليها حتى ترى البيت فتستقبله مكبراً مهللاً ملبياً مصلياً داعياً وترفع يديك مبسوطتين ثم تهبط نحو المروة على هنا هدوء فإذا وصل بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين تمام أخوان الكرام حتى لا نطيل عليكم نتهي إلى هذا القدر أخوان الكرام ونقمن معكم في حلقتين إن شاء الله فلا تنسوا أخوان الكرام دعم القناة ومشاركة الفيديوهات تكون لكم ولي صدقة جارية فالدالع الخير كفاعله بارك الله بكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة